أكثر ما يثير الهلع في قلوب البشر هو انتشار مرضا لم يعرف بعد المسبب وراء ظهوره وهذا تماما ما يجهله العلماء حتى اللحظة حول الناقل الرئيس لفيروس كورونا الجديد سلالة كورونا الفيروسية والتي كشف الأطباء عن وجود ستة فيروسات منها ليأتي كورونا الجديد ويكون السابع بينها كان أشدها خطورة في عام 2002 عندما كان فيروس السارس قد حصد مئات الأرواح الفيروسان من سلالة الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي ويقع المريض في التهاب الرئوي حاد تشير الإحصائيات الحالية إلى أن واحدا من كل أربعة تكون إصابته خطيرة ومن النادر أن تتضمن الأعراض الأولية للمرض رشح الأنف والعطس وتظهر على المصابين بأحد فيروسات كورونا مجموعة متنوعة من الأعراض التي تتراوح بين أعراض نزلة البرد الخفيفة وحتى الوفاة ربط التقارير عدة بين فيروس كورونا المكتشف حديثا وسوق للمأكلات البحرية جنوبي الصين في مدينة أوهان المدينة التي اكتشفت فيها أول حالة مصابة بالفيروس المكتشف حديثا في الأول من كانون الأول الماضي يوجد في هذا السوق حيوانات برية أخرى مثل الدجاج والوطويت والأرانب والأفاعي والتي يرجح أن تكون مصدرا ناقلا للفيروس إلى البشر وبينما تشير هذه الأرقام إلى تقديرات أولية فإنها تضع كورونا الجديد المكتشف حديثا في نفس فئة الفيروسات الفتاكة مثل السارس تكمن خطورة كورونا الجديد كفيروس بتحوله لوباء عالمي مثل فلوانز الخنازير لكن مشكلة ناشر العدوى دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة سوف تجعل مهمة السلطات الصينية المعنية بمكافحة الفيروس أصعب بكثير لا يوجد أمصال مضادة للفيروس المكتشف حديثا ولا أدوية للعلاج منه لكن العمل على تطوير أمصال وأدوية لفيروس كورونا الجديد يجري في الوقت الراهن على قدم وساق وتنعقد الأمال على الأبحاث التي اجريت لتطوير مصل مضاد لفيروس ميرس خارطة انتشار الفيروس توزعت بين الصين وأمريكا وكندا وبعض دول آسيا فيما لم تكتشف أي حالة إصابة في الدول العربية التي تعاني معظمها من ضعف في الخدمات الصحية فيما تحاول السلطات فيها من مواجهة انتشار المرض بالوقاية والمراقبة عبر المنافذ الحدودية الجوية والقادمة تحديدا من الصين ترجمة نانسي قنقر